مرحبا يا محبي القهوة إذا كانت قهوة نيس بيرسو الخاصة بك تشبه القهوة العادية فأنت تفوتك السحر لنصلح ذلك أولا الماء مهم استخدم دائما ماء منعشا ومصفى للحفاظ على نقاء طعم قهوتك بعد ذلك جرب كابسولات مختلفة لدى نيس بيرسو نكهة لكل مزاج فلا تكتفي بنكهة واحدة فقط تحقق من إعدادات درجة حرارة جهازك تأتي الفنجان المثالي من الحرارة المثالية ولا تنسى الرغوة يمكن لرغوة الحليب الجيدة أن ترفع قهوتك من جيدة إلى فاخرة نظف جهازك بانتظام تقبي يمكن أن يؤدي تراكم الرواسب إلى إفساد قهوتك هل لديك أسنان حلوة؟ جرب إضافة شراب منكه أو توابل للحصول على لمسة مرحة قم بتسخين فنجانك مسبقا هذا يحافظ على قهوتك أكثر سخونة لفترة أطول استثمر في مطحنة جيدة إذا كنت تستخدم كابسولات قابلة لإعادة المل الحبوب المطحون التطازجة تحدث فرقا كبيرا جرب نسبة مختلفة من الماء إلى القهوة في بعض الأحيان القليل هو الأكثر وأخيرا استمتع بالعملية يجب أن يكون صنع القهوة تجربة وليس عملا روتينيا هناك لديكم يا محبي القهوة عشر طرق اللي جعل قهوة نسبرسو الخاصة بك مثالية استمتعوا بصنع القهوة